السلام عليكم وعزائizione مشاهدين من كل مكان وهناه بكم من جديد على القناة ومعلمات على اليوتيوب حاشتوني جدا كل سنة وحضرتكم طيبين ومناسبة رمضان رمضان كريم على كل الناس وكل اصحابي على اه كناتنا انا باشكر كل الناس اللي اشتركت معانا على ويجعل رب يا رب سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. النهاردة اه معنا موضوع مهم جدا. ازاي اقدر احصل على آآ قوي جدا. بدغط الزر واحدة. هنحصل على تمانية واربعين باك لينك بدغط زر واحدة. نضيف بس الموقع بتاعنا. اللي احنا عايزين نعمل عليه وهننقر نقرح نحصل على تمانية واربعين باك لينك. طبعا هنا احنا هنتكلم عن موقع جميل جدا. آآ مميزات الموقع ده ان هو بيقدم لك كل الخدمات اللي هو ممكن تحتاجها للموقع بتاعك. آآ من ناحية الفحص بتاع الموقع آآ ترتيبك على آآ الكلمات المفتاحية اللي موجودة عندك على الموقع آآ عندك برضو عندك حاجات كتيرة جدا ادوات كتيرة جدا موجودة في في مكان واحد آآ تقدر تستخدمها لو انت بتفحص الموقع بتاعك. طبعا بطريقة مجانية كل ده بطريقة مجانية وبيفحص فحصة دقيق جدا ليه حتى البرامج الضرر اللي موجودة على الموقع. آآ الموقع ده من مميزاته انا مش جاي اروج للموقع والله ولا اي حاجة من الكلام ده. انا الموقع ده لقيته آآ آآ قناة الصباغ للمعلوميات آآ عاملة شرح عن آآ الموقع ده. فانا لقيت خاصية هنا صنع البنك او الروابط الخلفية. فانا جيت اقدم رحضاتكم بما ان احنا آآ بنتابعين دورة بناء الباك لينك. فانا قلت ان انا اوريكم الموقع ده. الموقع جميل جدا صراحة عجبني جدا فيه جميع الحاجات الادوات اللي ممكن تستخدمها وممكن تعوزها انك تفحص بها الموقع بتاعك بحيس انك تتأكد من آآ حاجة معينة في الموقع بتاعك سواء كانت بتعمل بشكل جيد ولا لأ آآ فممكن تتطلع على الموقع تلاقي ان شاء الله في رابط الوصف في تمام هنخش كده يا شباب على مضاقق آآ آآ صانع الروابط الخلفية هنضغط عليها تمام بعد كده هتفتح معاه خانة بالشكل ده هتنزل تحت شوية كده هتلاقي حاجة اسمها صانع الروابط الخلفية وهنا بيقول لك ادخل اسم المجال اسم المجال اللي هو الرابط بتاع الموقع بتاعك هندخل مسلا الرابط بتاع مدونة نبض المعلومات بشكل ده بعد كده هنضغط على كلمة يقدم بمجال ما انت بتضغط على كلمة يقدم على طول بيجيب لك بيعمل بيعمل بشكل بيضيف الرابط بتاع الموقع بتاعك في الصفاحات اللي حضرتك شايفها دي تمام اهو كل ما يضيف آآ يضيف بيقول لك ناجح ناجح تمام كل ما هو بيضيف بشكل آآ باك لينك اللي الموقع بتاعك على على الروابط دي بيقول لك ناجح لحد ما يخلصهم لحد كام تمانية واربعين زي ما انا ذكرت لحظاتكم اهو تمام اهو انتظر بس لحد ما يخلص لما احنا شايفين كده انت بس كل ما عليك انك انت تنتظر لحد ما يجيب لك كله اخدر كده ناجح ناجح لحد اخر آآ باك لينك اللي هو تمانية واربعين رقم تمانية واربعين لاحظوا كده يا شباب اهو شغال تمام ما فيش ادنا مشكلة يعني بدون ما آآ تتعب نفسك مسلا الناس اللي هي آآ بتاعنا من مشكلة ان انا لسا هدخل على موقع مسلا ما هعمل تمام فانا ممكن انا جاب لكم آآ المواقع بالشكل ده تمام تقدر من خلالها تقدم خدمة ان انت تقدر تضيف الموقع بتاعك بكل بساطة بنقرد زر بالشكل آلي تقدر تحصل على للموقع بتاعك بكل بساطة لاحظوا كده يا شباب خلاص كده اعتبر اخر آآ حاجة تمام خلص تمانية واربعين انضافه دي الصفحات اللي هو انضاف فيها بتاعك تمام بتقدر تطلع عليها تضغط على اي ربط مسلا كده تشوفوا شغال ولا لأ. لاحظوا كده يا شباب. انتظر. ملا حد ما يفتح الموقع. تمام? لاحظوا كده يا شباب اهو. طب ما اضافت على الصفحة دي. هاوريه كنا فين? انتظر. لاحظوا كده يا شباب ratا هنا. شايفين? آآ رابط الموقع هتلاقي رابط الموقع بتاعك منضف في الصفحة من هنا. تمام? آآ دوت نبض المعلومات دوت كوم. تمام? معنى كده ان الصفحة موجودة موجودة على الانترنت يعني يقدر اي حد يطلع عليها. آآ لاحظوا كده يا شباب اهو نبض المعلومات. ما هو? ده الموقع بتاعنا. هنضف بكل بساطة على على الصفحات. طبعا كل ده موجود يعني كل ما تضغط على اي رابط من دول هيقول لك هنقول لك على الصفحة اللي معمول فيها باكلينك. لاحظوا كده ان كل الانترنت كلها هتلاقيها ايه? آآ نبض المعلومات. هتلاقي آآ آآ اسم الموقع وبعد كده سلاش. هتلاقي رابط الموقع بتاعك آآ في اخر رابط. لحد تمانية واربعين زي ما انا ذكرت لحضرتك. تمام? ده كان الموضوع النهاردة يا شباب وان شاء الله انتظرونا في كل جديد. آآ في الدرس اللي جاية. بتنسلاش بلايك الفيديو لو عجبك واي استفسار واي حاجة بتسأل عنا سيب لي في في الفيديو ان ان شاء الله ارد عليك واجرب وقت وممكن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.